اشتركوا في القناة طبعا القمر موجود في منزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وستة وأربعين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت درينج لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة سعد السعود وهي توطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر موجود في برج الجدي الآن في ساعات الظهر تقريبا بده ينتقل لبرج الدلو فبما أنه تأثيرات رح تظل غالبة علينا جميعا لبرج الجدي أو صفات برج الجدي لغاية ساعات الظهر فمنظل أنه منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو شرحنا بوليس التأمين هي عقد التأمين ما بينك وبين أي شركة التأمين كان تأمين صحة أو على السيارة أو على الحياة أو أي أمور لها علاقة بالتأمينات بالنسبة لزوايا البطيئة اللي ما زال تأثيراتها قائمة علينا خلال هذا اليوم أول تأثير هو تأثير الكسوف اليوم آخر يوم طبعا الضعف حالات التأثيرات يعني مش مثل أول يوم يعني حالاته ضعيفة لا تأثيرات الكسوف الشمس السلبي بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التسديس الإيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهاي مستمرة لغاية يوم تسعة تناعش تأثيرات هاي الزاوية بتخلينا شوي نكون خجولين في بعض المواقف ولكن ممكن نرد بعنف شديد على أي شخص ممكن أنه يستثيرنا أو يثيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي بين المريخ وبين المشتري وهاي تأثيرات مستمرة لغاية يوم اتناعش اتناعش حكينا عنها هاي الزاوية أنه بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني بيستغل حد بيستغلك بأخذ معلومات عنك بروح بيقدمها على أنه هو صاحب الفكرة أو صاحب المشروع وبعدين هو بأخذ المكافأة عنك طبعا إلها تأثيرات على المستوى الأمور المالية تحديدا فعشان هيك منقول ما في داعي للمجازفات المالية أو المؤسسات المالية أو العقود المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالبورصة والأسهم بالفترة هاي بدها نوع من أنواع العقلانية أكثر ما في داعي للمغامرات فيها لأنه في شكل مفاجئ جدا ممكن يتغير الوضع بلحظات ممكن في هاي الفترة برضو حكينا أنه يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتبادل التجاري والدبلوماسي ممكن يتعرضها أو تعترضها بعض العراقيل وما بيتم التوصل لاتفاق وبرضو حكينا عن موضوع أنه يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين فبيلقى تأييد شعبي كبير وهذا إشي سلبي لأنه هذا الشخص بكون نصب وهذا برضو هاي الزاوية لها تأثيرات على المناخ في بعض الدول تعمل تقلبات حد في المناخ أو في بعض الدول بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة اللي هي بين الزهرة وبين المريخ وهي زاوية إيجابية تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 19-12 بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي رح تستمر لغاية منتصف شهر واحد من 20-22 بتخلينا شوي نكون مندفعين بتصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وحتى على الأمور العائلية كمان بتمردوا الأبناء على آباءهم بتدل على تغييرات أو على أزمة مفاجئة في الحكومة احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل بركين الطائرات حوادث السك الحديد وبتدل على إضرابات وإشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل ومنه زاوية بطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة وطبعا تأثيراتها طول اليوم هاي زاوية كلها تأثيرها طول اليوم الزاوية هاي اللي هي الاقتران الإيجابية بين القمر وبين الزهرة ساعة 21-21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وهي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام ساعة 53-55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي مع قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 44-42 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ ساعة 44-42 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 11-48 دقيقة ظهرا هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11-48 دقيقة ظهرا بصير القمر انتقل واستقر في برج الدلو ولكن ما رح يشكل زوايا ما بعد يعني خلال هذا اليوم ما بين القمر وما بين أي برج آخر أو أي كوكب آخر فبس منأخذ من صفات البرج والزوايا اللي تشكلت ما قبل خلو المسار هي اللي بتظلم أثرة طيلة النهار فتأثيرات برج الدلو علينا كلنا إنه بهاي الفترة منشعر إنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق برضو بإمكاننا تجربة أسلوب جديد في حياتنا ممكن يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز أو أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية بطيئة هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية هي تأثيراتها من يوم أمس مساء ولكن ما ذكرناها إحنا لأن تأثيراتها ضعيفة ولكن اليوم لأنه أوجها فتأثيراتها أقوى اليوم وبكرة يعني هي أساسا مستمر تأثيرها لغاية نهاية يوم ثمانية اطناش هاي الزاوية بتخلي أنه في عنا نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء من التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية ناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل فعشان هيك يعني ما تحسموا أمر وما تدخلوا بشجارات أو خلافات مع الأحبة بالفترة هاي وحاولوا أنك تتروو شوي لينتهي تأثير هاي الزاوية اللي هو بنهاية يوم ثمانية اثناش بيكون أفضل بالنسبة لأعضاء الجسم اللي أكثر حساسية اليوم من الآن ولغاية ساعات الظهر بالضل اللي هي أعضاء الجسم الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر التحال وجهاز التوازن بعد ساعات الظهر بتصير الأعضاء اللي هي بطة الساق بطة الرجل الكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد والهرمونات أو هرمونات الغد الدرقية طبعا بما أنه هاي الأعضاء اللي بدها تكون أكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية بالنسبة للعملية الجراحية هل يوصى فيها هذا اليوم؟ طبعا يوصى فيها ما في أي مشاكل للعملية الجراحية إلا في فترة خلو المسار ما مننصح بالعمليات الجراحية وأيضا للأعضاء اللي إحنا ذكرناها سابقا طيب بالنسبة لعمليات التجميل هو يوم مناسب لعمليات الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا لأمور اللي إلها علاقة اللي بعملوا اللي هي عمليات الحقن أو الأمور التجميلية العادية ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا مطعم كورونا مناسب اليوم ما في أي مشاكل مع أخذ بعين الاعتبار أخذ حبتين بارستيمول أو اللي هو بندول كل ست ساعات يفضل لمدة ثلاث أيام بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تسعة تنعش رح يبدأ في تمام ساعة تسعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين واثنين وخمسين عصرا لينتقل القمر بعدها لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام في تمام الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بيصبح أربع أيام نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اثناش سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بيصير ثلاثين في المية سعيد القمر في الجدي وبدو ينتقل للدلو طبعا هو مستقر في برج الدلو لغاية يوم تسعة اثناش هو الآن سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية ولكن بظل يتناقص كل ما اقتربنا لساعات المساء يعني بظل تنزل درجة السعودة هاي حتى تصل مع ساعات مساء اليوم لنسبة عشر في المية أما بالنسبة للعطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اثناش هو منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعة اثناش سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اثناش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اثناش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانس في الثاور بيت راجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر ما زال موجود من الآن لغاية ساعات الظهيرة في بيت السمعة وهو بيتك العاشر فعشان هيك بتكوا تحاولوا أن تحافظوا على سمعتكم على مصالحكم القائمة في مجال العمل بتحاولوا ما تدخلوا بصدامات أو خلافات ما بينكوا بين رؤسائك بالعمل يعني بمعنى آخر تضبط أعصابك تنجز أعمالك حاول أنك تؤدي واجبات المطلوب منك على مستوى العمل بشكل كامل ما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين يعني بمعنى آخر أي شيء بشوه سمعتك لغاية ساعة الظهر ابعد عنه من بعد ساعات الظهر القمر رح ينتقل ويصير في بيتك 11 اللي إلو علاقة بالأصدقاء فعشان هيك بصير في قابلية للقاء الأصدقاء أو رغبة بلقاء الأصدقاء ممكن يعني شوية تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم إشي أنكم ما تبقوا وحيدين هاي فترة ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً اليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والموعيد وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أحد الأصدقاء برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة إلا أن القمر مازال موجود في البيت التاسع من الآن لغاية ساعات الظهيرة ممكن تهتموا بامتحان بأمور أوراق معاملات أو قضية قضائية أو بأشخاص أجانب أو تلقي دورة أو البحث عن موضوع العلاقة بالدين بالفلسفة يعني أو تواصل مع أجانب طبعاً هذا الأمر لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى يعني بمعنى آخر بدك تراجح حالك قبل أي تصرف أو كلمة عشان ما تشوه سمعتك وحاول أنك تكون منظم أكثر تضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر شوي صعب أو معقد حاول أنك تلتزم بالمسؤوليات الفترة هاي واعدة إما بتكريم أو بترفيع أو بخطوة إيجابية تكون لصالحك أهم شيء أنك تلتزم بالتحذيرات اللي أنا حذرتك فيها برج الجوزة بتنهمكو في إعادة تنظيم أموركم اللي إلها علاقة بالأموال تنظيم أموالكم خصوصا الأموال المشتركة اللي بيكون بينكو بين الأشخاص فيها يعني شخص ثاني في شريك فهي الأموال عادة بتيجي أموال بنك أموال ضريبة أموال تأمين أموال ميراث أموال مشتركة بكل أنواعها أموال زوج حتى فعشان هيك يبقى تنتبهوا لهذه الأموال تحاولوا تخففوا من النفقات ما توقعوا على أوراق دون دراستها ومراجعتها ما في داعي لكفالة أو مدينة أشخاص بالمال بخلال هذه الفترة إلى غاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر رح يصير في البيت التاسع وهذا الشيء رح يعطي حافز قوي جدا إلك وفي نفس اللحظة لم أصلحتك في كثير من الأمور لأنه رح تنشطه في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وتعامل مع الغرباء أو الأجانب أو الاتصالات ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب ممتازة جدا إما للسفر أو للتسويق أو النشر أو الدراسات العليا ممكن تفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة أو مشاركة ناجحة في برنامج أو في نقاش أو في حوار أو بدراسة معين يعني بمعنى آخر عندك تحركات على مختلف الأصائد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتضل الأجواء يعني شوي رومانسية مشجعة بتدعمكم بتعزز بعض الأمور إلا أنه شوي بدك تحاول تمسك أعصابك من الخلافات والنقاشات والحوارات وخصوصا مع شركاء العاطفة اللي هم الأزواج أو مع بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يستفزوك خلال هذا اليوم يعني حاول أنك ما تتخذ قرارات وانتبه لصحتك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بصير التفكير إلو علاقة بالأمور المالية فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تدخلوا نوع من أنواع التعديل على نمط حياتكم يعني نوع من أنواع هيك تواكبوا الظروف اللي قاعدة بتصير يعني ممكن تقتصد بمصاريفك ترتب وضع مالي معين ممكن مشتريات معينة بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين خلال هذا اليوم وهذه تعتبر فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم يعني بمعنى آخر ما زالت الأمور ضاغطة لأن القمر الآن في مراحل المقابلة لموليد برج الأسد فعشان هيك بتلاقي الأمر بضغط على أمور إلها علاقة بالعمل وبضغط على أمور إلها علاقة بالصحة فبتجد أن طاقتك بلشت تنزل وخصوصا أن القمر برضو بدي ينتقل للدلو مقابلك تماما فبتشعر اليوم أن طاقتك نزلت شوي بتشعر بنوع من أنواع الضغط والاكتئاب أو النفسية المشكام لطاقتها فعشان هيك لازم تنجز أعمالك اليوم ما تخليها تتراكم عندك تهتم بصحتك لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أهم شي نكو تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا كلام أو توجهوا ملاحظة لأنه خصمك اليوم بيكون قوي وما بيرحم بدأ هاي الأيام بتحملك نوع من أنواع الارتباط المهم أهم مش إنك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول قدر الإمكان إنك ما تكون عدائي بالفترة هاي عشان ما تنحسب الظروف ضدك مش معك برج العذرة طبعا اليوم ما زالت الأجواء جيدة بما أنه القمر موجود في البيت الخامس لحد الآن فعشان هيك من الآن لساعات الظهر الأجواء جيدة بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والتقرب من أبنائكم أو ممارسة هواية فنية أو مثلا حابب أنك أنت تطلع بتغيير جو وتمرح تعمل تجميل تهتم بلباسك كلها أجواء جيدة ودعملة إلك على المستوى العاطفي والجمالي لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فعشان هيك ممكن يتراكم العمل عندكم عشان حاولوا أنكم ما تهملوا أعمالكم إنجزوها بالكامل وما تهملوا صحتكم لأنه أهم تحذير هو تحذير من تعب صحي أو جسدي بمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو ممكن تشعر ببعض التوتر يعني بمعنى آخر بدك برضو تبدأ الآن تهتم في حالك أكثر لأنه القمر بلش في مراحل المقابلة برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم من الآن لساعات الظهر فممكن تهتموا بأعطال بيتية مشكلة عائلية ممكن تهتموا بتصليحات أو مشتريات أو ممكن صحة أحد أفراد العائلة من ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم ممكن تفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح عندك بشكل أكبر بتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى اليوم إشارة إيجابية ترفع من معنوياتك الأجواء إيجابية ودعمة بقوة بتصير لما القمر بدخل على الدلو لأنه يعتبر بيتك الخامس بيت الحضوض والحب والتقرب من الأحباء فتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف اللي أثرت عليه خلال الأيام الماضية برج العقرب ابتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن اليوم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يقدم بشكل جيد ولكن في فترة خلو المسار بدك تنتبه يعني ما تعتمد على قدراتك بمعنى آخر بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار من الآن لساعات الظهر أما في ساعات ما بعد الظهر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها يعني شوي ممكن تثير اضطرابك أو انتعاضك عصبيتك لأنه في موضوع عائلي رح يظهر على الساحة أو اهتمام عائلي شوي رح يلفت انتباهك فتهتم فيه أكثر إما تصلحات أو يعني اهتمام بمشكلة ما أهم شيء أنك اليوم ما تخالف القوانين احترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك قدر الإمكان يعني ما تهمل واجباتك العائلية برج القوس بما أن القمر ما زال في البيت الأول اللي علوه علاقة بالأموال فبظل فيه فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى فيه نفقات عشان هيك بدك تنتبه اليوم لتحصيل مكاسب مالية تيجي هاي المكاسب مستردة تهبات نوع من أنواع الدعم أو إنه مثلا إلك أموال على ناس بتحصلها ولكن ترتفع عندك الإمى الرغبة بالمشتريات والنفقات أو ظروف بتجبرك على بعض النفقات اضبط أعصابك ونفقاتك ما أتغامر بالأمور المالية انتبه لأموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وممكن تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق وعن مصالحة إلا أجواء داعمة بتصير لإلك بشكل قوي جدا يعني لدرجة أنه اليوم ممكن ما تهدأ وطيرتك من ساعات الظهر تشعر بطاقة كبيرة للتحرك والاتصالات وكلها إن شاء الله بتكون لمصلحتك برج الجدي طبعا القمر بما إنه صار موجود عندكم والآن استقروا بدأ بيبع مراحل المغادرة فبظل من الآن لغاية ساعات الظهر أنتوا ممتلئين نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم فاقتكم حلوة وبرضو رغباتكم قوية جدا وحابين تنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وبالمقابل أنتم ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر من ساعات ما بعد الظهر القمر رح يصير في البيت الثاني فهنا التركيز رح يصير على الوضع المالي فممكن تعيدوا تنظيم ميزانيتكم أو ترتيب وضع مالي معين أهم شي إنكم ما تغامروا بأموالكم ولا تغامروا بأي مسألة مالية إن كانوا عقود أو ديون أو فوتير هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم شي إنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة الآن لكل التحاطف ولكل التضامن من المحيط ومن الأشخاص اللي بتتعامل معهم عشان هيك زي ما حكينا انتبه لأموالك من السرقة وضياع ومن بعض المحتالين في هاي الفترة برج الدلو بما أن القمر ما زال موجود من الآن لساعات الظهيرة في بيت المتاعب فعشان هيك من قلت يعني بظل الشعور بالتعب أو الإرهاق أو الملل أو الطاقة الضعيفة مسيطرة عليكم وممكن هذا الإشي يأثر عليكم يخليكم تفقدوا راغبتكم في مواجهة مشاكلكم أو تشعروا بضعف الطاقة اللي ممكن يأثر عليكم صحيا ونفسيا عشان هيك يحاولوا أنتك تختلطوا بالمجتمع اليوم قدر الإمكان تخلي في ناس حواليك أو أنت تختلط بأشخاص بتثق فيهم من ساعات الظهر القمر رح ينتقل عندك فعشان هيك من ساعات ما بعد الظهر بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وممكن يتمارس اليوم جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة لدرجة أنه حتى الجنس الآخر بيكون إلو رغبة بالتقرب منك اليوم أنت بتمتلك طاقة الكافية أو الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالم اليوم ممكن تسمع خبر صار يعني يا اليوم يا بكرة ولكن في خبر صار على الطريق برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء ولقاء الأصدقاء والحوارات مع الأصدقاء وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة من الآن لغاية ساعات الظهرة لأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي واللقاءات والحوارات والمجاملات من ساعات ما بعد الظهر بعدما القمر ينتقل وصير في الدلو معناته بيت متاعبكم فهنا بتكو تنتبهوا لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم ولنفسيتكم فعشان هيك بتكو تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة بكل معاني الكلمات فترة محبطة يعني إذا كنت مضطر للتوقيع على شيء بدك تقرأ كل بنوده وتستشير أهل الاختصاص مضطر بدك تتخذ قرار بدك تراجح حالك أكثر من مرة لتتأكد من قراراتك أهم شيء أنه بالفترة هاي بدك تحذر من الأفكار السودة من الغيرة من الشك من المخاوف من المعنويات المنخفضة لأنه شوي ضغط الكبير بسبب أفكار كثيرة مش منيحة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك بسبب وعود قطعها بعض الأشخاص لك ولكنه ممكن أنه يتراجع في آخر لحظة ويخذ لك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا وفي النهاية بشكر كل الأشخاص اللي بتابعوني واللي تابعوا هاي الحلقة وبرضو اللي بيشاركوا واللي بحطوا لايك وجمعة الديسلايك أنا حزين عليهم لأنه بطل فيه ديسلايك يعني بطل مهم الديسلايك فعشان هيك وأسفها على جهدكم اللي راح يعني كيف يكون يعني تقولوا للناس أنه أنا مش منيح مش عارف فيها سيدي هاي فيه تعليقات بتقدر تنزل تسب علي في التعليقات عادي عادي جدا بسمح لك يعني بكفي اليوتيوب ضدك وأنا كمان ضدك ما بزبط وكمان احنا تعودنا على وجودكم معنا فيعني اللي ما عجبوا المحتوى حابب أنه ينتقدني يتفضل حابب أنه يسب علي يتفضل برضو ما عندي أي مشكلة الأشخاص اللي بيشاركوا وبحطوا لايك شكرا للكم بحب أشكر دائما المنتسبين لأنه المنتسبين هذولا داعمين إلي وللقناة شكرا للكم شكرا جزيلا وبتمنى العدد هذا يزيد وإن شاء الله رح يزيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد وأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر